السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي وامتبعيني في كل مكان أنا مروة زهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصفة الخامس لابتدائي في مادة المهارات المهنية هرجع معاكم لاختبار شهر مارس مراجعة سهلة وبسيطة قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة فضلا وليس أمرهم كلكم تتعمل فيديو بأكبر عدد من اللايقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرز على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله تابلوا الفيديو للآخر واستفادوا من كل الأسئلة مش هيخرج منها الامتحان واتلقوني أعلم لكم على كل الأسئلة إن شاء الله اللي هتلاها قدامكم في الامتحان السؤال الأول سؤال الصح والغلط اللبن من المنتجات التي يسهل غشها طبعا الإجابة صحيحة وخلي بالكم من السؤال ده بدل ممكن ما يجلهو لكم في الصح والغلط يجبهو لكم كمان في الاختيار ويبقى عايزك تكتب كلمة يسهل غشها اللبن من المنتجات اللي سهل جدا إن هما يغشوها اللبن من المنتجات التي يسهل غشها الإجابة صحيحة رقم 2 عملية حفظ الطعام بتتم في المصانع فقط الإجابة خطأة رقم 3 التكفيف والبسطرة هي الطرق الوحيدة لحفظ الطعام طبعا الإجابة خطأة يجب استخدام الشاكوش عند دق المسامير بعيدا عن اليد طبعا الإجابة صحيحة رقم 5 يدخل اللبن في صناعة العديد من المنتجات مثل الزبادي الإجابة صحيحة مادة النشا تعتبر من المواد الحفظة التي تضاف للبن الإجابة خطأة مادة النشا مش من المواد الحفظة النشا دي بيضفوها على هما بقى الجماعة اللي بحبوا يغشوا في اللبن بيضفوا النشا دي علشان تعدل من قوام اللبن لكن هي مش مادة حفظة بعد كده رقم 7 التأكد من تاريخ صلاحية منتجات الألبان من الأمور الضرورية طبعا الإجابة صحيحة رقم 8 الأبكار هي المصدر الوحيد للبن الإجابة خطأة عندك الأبكار وعندك الجموس وعندك الأغنان وكمان عندك القبل دي كلها مصادر للبن يجب غلق الشبابيكة عند طلاق المنزل طبعا الإجابة خطأة لا يمكن مساعدة شخص فاقد الوعي ويتنفس طبعا الإجابة خطأة أنت بتقدر تساعد الشخص اللي هو فاقد الوعي وبيتنفس عن طريق وضع الإفاقة بعد كده تعالوا دي احنا نسا مكملين معاكم في أسئلة الصح والغلط والسؤال اللي بعد كده بيقولي وجود الرواسب المتجبنة أو المتجمدة بعد غلي اللبن بتدل على أن اللبن طازق طبعا الإجابة خطأة وجود الرواسب المتجمدة أو المتجبنة دي بتدل على أن اللبن غير طازق التكفيف والتجميد أحد طرق حفظ الطعام طبعا الإجابة صحيحة الخطأ الذي يحدث عند حفظ الطعام يتسبب في نمو العفن طبعا الإجابة صحيحة المنتج الغذائي الصحيح هو الذي له رائحة سيئة طبعا الإجابة خطأة ده اسمه المنتج الغذائي الفاسد مش المنتج الغذائي الصحي هو اللي بيكون لي رائحة سيئة المنتج الغذائي الفاسد هو اللي بيكون لي رائحة سيئة بعد كده تنظيف الجرح من أساسيات وقف النزيف الإجابة صحيحة يجب التخطيط للتدخل عند إصابة شخص بإصابة خطيرة الإجابة صحيحة لا يمكن علاج الجروح الطفيفة إلا بالذهاب إلى المستشفى طبعا الإجابة خاطئة يجب الضغط برفق على الجرح الذي ينزب بقطعة كماش نظيفة طبعا الإجابة خاطئة يجب الضغط بقوة مش برفق خلي بالكم من السؤال ده سؤال مهم يمكن استخدام الأدوات القهربائية بالقرب من الماء الإجابة خاطئة بعد كده لابد من فتح النوافذ أثناء القيام بعملية اطلاق الإجابة صحيحة ارتداء نظارة السلامة ضروري عند القيام بنشر الخشب الإجابة صحيحة يجب الاتصال برقم 123 لاستدعاء سيارة الإسعاف عند الإصابة الخطيرة الإجابة صحيحة يمكننا تغيير ريشة المسقب أثناء توصيله بالقهرباء الإجابة خاطئة أثناء صجب قطعة من الخشب يمكن استخدام المسامير لتثبتها على الطاولة الإجابة صحيحة تعالوا بعد كده ارتداء نظارة السلامة ضروري عند القيام بنشر الخشب الإجابة صحيحة تقدير الوضع والخطوة الأولى لتقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب الإجابة خاطئة أول خطوة اسمها تقييم الوضع تقدير الوضع دي الخطوة الثانية يستخدم حمض النتريت أو الكابريتيك كمواد حفظة للطعام الإجابة صحيحة آخر سؤال بيقول لي يجب التأكد من تاريخ الإنتاج فقط عند شراء أي منتج الإجابة خطأ تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء مدة الصلاحية تعالوا بعد كده السؤال الثاني وهو اختر الإجابة الصحيحة عملية تقوم بإزالة الرطوبة من الأطعمة طبعا اسمها عملية التكفيف عملية التكفيف دي بيقوم فيها بإزالة الرطوبة من الأطعمة رقم اتنين الأخطاء التي تحدث أثناء حفظ الطعام تتسبب في نمو البكتيريا الأخطاء التي تحدث أثناء حفظ الطعام تتسبب في نمو البكتيريا رقم ثلاثة يعد التمليح أحد طرق حفظ الطعام التمليح بيعتبر أحد طرق حفظ الطعام رقم 4 يتم استخدام حمض الستريك كنوع من أنواع المواد الحفظة عند حفظ الطعام رقم 5 عملية تكفيف الطعام تحتاج إلى درجة حرارة عالية عملية تكفيف الطعام بتحتاج لدرجة حرارة عالية يقوم جهاز حماية المستهلك بإرسال مفاتشين إلى المصانع للتحقق من سبب عدم سلامة المنتج الغذائي يقوم جهاز حماية المستهلك بإرسال مفاتيشين إلى المصانع للتحقق من سبب عدم سلامة المنتج الغذائي وخلي بالكم السؤال رقم 6 ده السؤال رقم 6 ده لازم تلاقي قدامكم في الامتحان ده سؤال مهم يقوم جهاز حماية المستهلك بإرسال مفاتيشين إلى المصانع للتحقق من سبب عدم سلامة المنتج الغذائي يجب اتباع ما يلي عند تغيير رشة المسكب معادة إيه لازم أخذ بالي من الحاجات دي كلها معادة إيه طبعا عدم توصوله بالماء دي معانا عدم امرار السلك في القهرباء معانا يبعده عن الماء معانا هو بيقول لي يجب اتباع كل ده عند توصيل رشة المسكب معادة إيه معادة تقريبه من الماء معادة تقريبه من الماء رقم تمانية يجب استخدام النظارات الوقية عند القيام بأعمال النجارة عند القيام بأعمال النجارة يجب استخدام النظارات الواقية عند القيام بأعمال النجارة يجب استخدام النظارات الواقية عند القيام بأعمال النجارة تعالوا بعد كده يجب أن تكون النوافذ مفتوحة عند القيام بعملية الطلاق يجب أن تكون النوافذ مفتوحة عند القيام بعملية الطلاق يتم وضع الشخص فاقد الوعي ولكنه يتنفس في وضعية الإفاقة خلي بالك وركزوا منها يتم وضع الشخص فاقد الوعي ولكنه يتنفس وضعية الإفاقة يجب ارتداء نظارات واقية عند اطلاق لتجنب السوائل والألوان المتناسرة عند حمل الآلات الحد السقيلة أثناء العمل يمكن الاستعانة بشخص بالك عند حمل الآلات الحد السقيلة أثناء العمل يمكن الاستعانة بشخص بالك جميع ما يلي من إرشادات السلامة عند العمل بالنجارة معادة تغيير ريشة المسكب أثناء توصيله بالقهرباء جميع ما يلي من إرشادات السلامة عند العمل بالنجارة معادة تغيير ريشة المسكب أثناء توصيله بالقهرباء يكون المنتج الغذائي غير صحي إذا احتوى السائل الموجود به على فقعاء بيكون المنتج الغذائي غير صحي إذا احتوى السائل الموجود به على فقعاء بعد تخصيحين اللبن إذا وجدت رواسب متجبنة فهذا يعني أن اللبن غير طازج قلتلكوا خلي بالكم من السؤال رقم 15 ده ده سؤال مهم لازم تلاقوا قدامكم في الامتحان كمان عند إضافة بعض القطرات من صبغة اليود يتحول اللبن المضاف إليه النشا إلى اللون الأزرق خلي بالكم من السؤال ده بيقول لي عند إضافة بعض القطرات من صبغة اليود يتحول اللبن المضاف ليه النشا إلى اللون الأزرق يجب الاتصال برقم 123 لاستدعاء سيارة الإسعاف عند إصابة شخص بإصابة خطيرة عند إصابة شخص ما بإصابة خطيرة خلي بالكم من السؤال ده يعني يقول لك إيه بتتصل بسيارة إيه لما يكون الشخص مصاب إصابة خطيرة سيارة الإسعاف ورقم سيارة الإسعاف 123 يجب الاتصال برقم 123 لاستدعاء سيارة الإسعاف عند إصابة شخص ما بإصابة خطيرة يتم إضافة الفرمالين للألبان وهو يعتبر مادة حفظة قوية قد تكون ضر بيتم إضافة الفرمالين للألبان والفرمالين ده بيعتبر مادة حفظة قوية قد تكون ضر دي كل الأسئلة اللي جاي لكم في الامتحان بتاع شهر مارس ممكن نقول لكم شوية أسئلة كمان من الأسئلة اللي موجودة في مراجعة آخر العام يعني مثلا تتسبب المكروبات الموجودة في الزجاجات في تخمر المشروبات وفسدها بتتسبب المشروبات الموجودة في الزجاجات في تخمر المشروبات وفسدها السؤال ده مهم جدا برضو بيتم تخزين الأطعمة غير المعبئة داخل أوعيد حفظ مخصصة يتم تخزين الأطعمة غير المعبئة داخل أوعيد حفظ مخصصة السؤال ده مهم جدا برضو جهاز حماية المستهلك يقوم بإرسال مفاتيشين إلى المصنع للتخفف أو للتحقق من سبب عدم سلامة المنتج الغذائي خلي بالكم السؤال ده مهم جدا جهاز اسمه جهاز حماية المستهلك ده بيقوم بإرسال مفاتيشين بالمصنع عشان يتحققوا من سبب عدم سلامة المنتج الغذائي السؤال ده مهم جدا خلي بالكم كمان ما الدليل على عدم سلامة الطعام عند شراءه من مركز التصوق طبعا رائحة الحدة الدليل ان الطعام ده مش كويس او الدليل على فساد الطعام هو رائحة الحدة هو رائحة الحدة رائحة الحدة خلي بالكم من السؤال ده السؤال ده ضروري تعالوا بعد كده كمان جايب لكم شوية اسئلة في الصفحة اللي بعدها بيتكلم فيها على بيقوله يتم غش اللبن عن طريق اضافة الماء حيث يتم الحصول على قليل من اللبن يقولك ان لما بتضيف اللبن ده لما بتضيف المية للبن انت ما حصلتش على اللبن ده انت كده كأنك حصلت على كمية كبيرة من اللبن والقليل من العناصر الغذائية الموجودة في اللبن يعني كأنك بتشرب مية لان لما بيضيفه للبن الماء فبتقل امته الغذائية خلي بالكم كمان بيقولي يجب الحذر من ايه عند العمل بحرفة النجارة بيقولي لازم تاخد بالك عند تغيير ريشة المسقب اسناء توصيله بالقهرباء تغيير ريشة المسقب اسناء توصيله بالقهرباء خلي بالك كمان يتم غش اللبن عن طريق اضافة الماء حيث يتم الحصول على قليل من اللبن اول ما يقولك هتحصل على القليل من اللبن يبقى الماء كمان عند إضافة بعض قطرات من سبغة اليود يتحول اللبن المضاف إليه النشا إلى اللون الأزرق السؤال ده مهم جدا خلي بالكم فيه كمان بيتكلم على دهو السؤال ده مهم برضو ده من دروس الأولانية مقياس الطاقة اللي يمدنا بها الغذاء هي السعرات الحرارية مقياس الطاقة اللي بيمدنا بها الغذاء هي السعرات الحرارية بيتم إضافة الفرمالين للألبان وهي مادة حفظة قوية قد تكون ضر بيتم إضافة الفرمالين للألبان وهي مادة حفظة قد تكون ضر ممارسة الرياضة بيساعدنا على الحصول على نمط غذاء صحي ده آخر درسة خلي بالكم ممارسة الرياضة بيساعدنا في الحصول على نمط غذاء صحي كمان مزاق الشراب الطبيعي المعلب كمزاق الفكهة ولكنه ليس طازقا مزاق الشراب الطبيعي المعلب زي مزاق الفكهة ولكنه ليس طازقا دي كل الأسئلة المهمة اللي أنا حبيت أعرضها معاكم في المراجعة إن شاء الله مش هيخرج منها الامتحان دعواتي لكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مسمر وزهرة